بوهرات سارة لللحمة ربع كباية حبهين صحيح وربع كباية إرفة باودر تالت أو مش تاني وربع كباية ورق لورة وربع كباية كبابة صيني وربع كباية قرنفل صحيح ربع كباية فلفل اسود حب وحبة جسط الطيب صحيحة تاني بوهرات سارة لللحمة ربع كباية حبهين صحيح وربع كباية إرفة باودر المطحونة التوابل بتاعته شديدة لو تطحن القرفة من غير مشاكل يستخدم قرفة صحيحة مفيش مشكلة انا بس امانا عشان مش عايزة حد كبته او مطحنة توابل وتبوز بسببي ربع كباية ورق لورة وربع كباية كبابة صيني وربع كباية قرنفل صحيح ربع كباية فلفل اسود حب جو حبة جسط الطيب ونفس الكلام خلطة عادي جدا لكل المكونات مع بعضيها نجي كده ننزل بالراحة طبعا انا الخلطات دي عملتها هل كده خلاص بقى سيبها في اي حتة ومش موقع لا ده انا تعبت فيها لازم احافظ عليها وطول عمرها لأقصى درجة طيب نعمل ده ازاي يا سارة اولا عدو التوابل هو الحرارة هتقولولي ليه عشان التوابل فيها حاجة اسمها زيوت عطرية طيارة يعني ايه طيارة يعني بتطير بتتبخر بتطلع على حتها منها عشان كده احنا لو قاعدين في القوضة وفيه برطمان صغير خالص في اخر القوضة فيه شوية قرفة حبقى شمى رحته صح؟ هي دي زيوت العطرية اللي رحتها بتتطير فبالتالي بتوصلني في اي مكان طيب ايه اللي بيخليها تتطير؟ الرطوبة اللي في الجو الحرارة الضوء بيقلل برضو من عمرها الحرارة هي عدوتها قلة دودة علشان كده ارجوكو محدش يحطلي رف التوابل جنب البتجاز او الفرن او فرن الكهرباء او اي حاجة بتطلع حرارة رف التوابل يكون ابعد ما يكون عن الحرارة اه ومش عايزة جنبيها اطلاقا كل ما هيكون بعيد كل ما هيكون عمره اطول هل فيه مشكلة ان انا شيل التوابل في الفريزر اطلاقا بيطول عمرها وبيخليها لطيفة جدا اهم حاجة بس ان انا كون حطاها في حاجة محكمة الاغلاق عشان ريحة الفريزر كله ما تبقاش توابل طيب نخلي رف التوابل بعيد ابعد ما يكون زي ما اتفقنا عن الحرارة بعيد ابعد ما يكون عن الرطوبة بعيد عن الرطوبة يعني ايه يعني ما حطوش جنب الحوض وما حطوش جنب شباك شباك ضارب فيه شمس طول الوقت ما هي دي حرارة برضو وضوق كل دي حاجات بتاع عادي التوابل وبتقلل من عمرها احنا كده خلطنا خلطة بهرات اللحمة هنعبيها في البرطمان واحنا عملنا خلطة بهرات اللحمة حطينا في برطمان وانا عندي بورد هنا بحط عليها شوية التوابل من كل نوع بعمله عشان نورها لكم بعد كده اشتركوا في القناة